عملكم النهاردة بقلبي ميني بيتزا بطريقة جميلة وطهلة خالص والجبنة مططية وطريقة معانا ازاي حبيبي ميني بيتزا يستهل بقوكو بقال في هانا وشوفها لكل حبيبي اللي شايفين دلوقتي دخلوا بقى وشوفوا نجاح بقى الميني بيتزا بتاعتنا وازاي تطلع معانا طريقة وهشة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه وقصنية من جوا كده لو عجباتكم بقى الطريقة بتاعتي ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزل هسيبكم بقى تشاهدوا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حباب قلب عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة وبخير دايما يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة حباب قلب هنعمل مع بعض الميني بيتزا بطريقة سهلة خالص وجميلة وهشة كده وعجينة قطنية وجميلة لو عجباتكم بقى الميني بيتزا بتاعت النهاردة ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها والميني بيتزا بتاعتنا يا حبابي بتنفع للمدارس وبتنفع لسندوتشات نسمي بسم الله ونقول المقدار مع بعض معانا نص كلو من الدقيق ومعانا كده نص معلقة خميرة فعورية ومعانا زرة ملح وزيت ومعلقتين زيت ومعلقتين زيت ومعلقة السكر هنحط كده زرة الملح على الدقيق وننفد كده الملح كويس كده على الدقيق زرة ملح على نص كيلو دقيق ومعلقتين الزيت كده ونقلبهم في بعض لو حابين تضيفهم معلقة زبادي ممكن تضيفهم معلقة زبادي لو مش حابين برضو المقدار دي بتادينا برضو نتيجة نكحة وجميلة للميني بتبقى حلوة دلوقت هنجيب كده كباية مية ضافية هنحط فيها كده معلقة السكر والخميرة الفعورية ونقلبهم كده كويس طبعا المية الضافية بتخلي العجنة تخمر معانا بسرعة ونقلب كده كويس لحد ما السكر والخميرة يدوبوا كده في المية الضافية ونحطهم كده على الدقيق ونقلب كده بالتدريج نقلب كويس هبتل دلوقت اللي انا حط كده المية بالتدريج كده مش هحطها مرة واحدة عشان طبعا ما العجنة ما تطلعش طرية جامد معانا عايزنا تبقى ولا هي نشفة قوي ولا هي طرية جامد تبقى وسط يعني بحيس نعرف اللي احنا نتحكم فيها اسناء الفرد وطبعا المية اللي بعجن بيها مية ضافية برضو مية ضافية نقلب كده نشوفها بقى بعد ما تتعجن طبعا من نجاح العجنة اللي احنا لازم نلتها كويس وده شكل العجنة حبيبي كده بعد ما تعجنت بقت بالقوام المتماسك ده كده هاسبها في البولا كده واغطى عليها لحد ما تخمر واسبها بدرجة حرارة الغرفة مكان دافي كده هتاخد لها حوالي عن ساعة لربع او ساعة ساعة لربع او ساعة هنغطى عليها كده بالفوتة يجينا حبيبا كده بعد ما عاجنت المية بدرجة بتاعتنا خمرت بالشكل ده كده احذيت للوقت اللي انا كده افك الخمر بتاعها شوية والمها تاني كده في البولا اللي هي فيها بسم الله بالشكل ده كده. كده بيت جاهزة معانا للفرد. هنقول بقى عن المعدل اللي هنحشي بها الميني بيتزة بتاعتنا. معانا حباب قلبي كده دي جيبنا الموزاريلا. ومعانا زتون الوان كده. ومعانا فلفل اخضر. ومعانا كده دي صلصة. طبعا يا حبيبي صلصة ما عملتهاش معاكم النهاردة لاننا عاملها في وصوتين للبيتزة قبل كده. وهي معادرة سهلة خالص هي بس تمواطم طبعا لحسب الكمية اللي انتو بتبقوا عاملين بها البيتزة او الميني بيتزة. ومحتوط فيها بصلاية كده وسط وعليها التوابل بتاعتها في الفلسود وكمون وملح وبصل بودر وطوم بودر. فهي سهلة خالص وهي معاملها في وصوتين قبل كده للبيتزة. نسمي بسم الله كده ونشوف هنفرد الميني بيتزة بتاعتنا ازاي. فردت كده حبيبي قلبي شوية كده دقيق كده على المفرش الرخامة طبعا ما مخصوله النظيف. هبتدي كده اللي انا افرد العجنة بتاعتي. بسم الله. هنفردها بايدنا او. هنفردها كده حبيبي. لحد ما رقاها خالص. معي كده الفردت بتاعت العيش. هفرد كده بيها. طبعا رقاها خالص قبل ما نقطعها. يعني في الفرد وكده. لان طبعا العجنة بترفع معانا. واحنا مش عايزين السمك بتاعي يكون عالي قوي. بنرجع بعد ما فردها. حبيبي يفردتها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وده سمك المناسب بالنسبالي. ومعانا كده ده صوج الفرن وفرض عليه كده. وورية زبدة. لو مش عايزين تعمله على الصوج ممكن لان تتعمله على صواني الامونيوم. وتدهنوها رشد زيت خفيفة كده. نقطع كده نبتدي نقطع العجنة بتاعتنا بتاعت مينيبتزة. انا هقطعها بالطبق ده كده على حسب الحجم اللي انا عايزة. لو في عندكوا اقطعها او اي شكل انتوا عايزين او اي حجم مفضلينه. ممكن تقطعوا بيه. نسمي كده بسم الله. اقطعها بالشكل ده كده يا حبيبي. هعملها كلها بنفس الحجم ده كده ووريها المسافات. عشان طبعا حجمها بيزيد. نعمل واحدة تانية كده. لو عايزين نحديدها كلها. ونقطعها مرة واحدة يبقى افضل. كده. هبقطع الكمية كلها ونرجع نشوفها. حبيبي كده خلصنا الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ده كده الكمية عملت معانا للسود ده كده. هنتدل دلوقتي اللي احنا. نفرد كده عليها السلسة. على قطع دي السلسة بتاعتنا كده بالشكل ده. كده. كده. على كلها. خلاص يا حبيبي كده فرضت السلسة على الميني كله كده. هكده دلوقتي كده اللي احط الحشوة بتاعنا اللي هو الفلفل. هنحط كده شوية قطع فلفل كده. على كام قطع الزتون. وطبعا يا حبيبي اي حشوة انتم تفضلوها لو عايزين تحطوا لانشن. او جبنا شيدر. او طماطم او بصل. اي حشوة انتم تفضلوها. الميني بتزادي بتبقى جميلة خالص للمدارس. لسندوتشات بتاعت يعني زي سندوتشات المدارس كده بتبقى حلوة للاطفل هم رايحين للمدارس كده. واحنا مقبلنا على فترة دراسية. فبتبقى حاجة سريعة وسهلة وكميلة طبعا. للفطور. طبعا انا استخدم الحشو ده كده. اما انتم بقى كل واحدة يحشاه على حسب ما هو عايز على حسب زو رغبته في الاكل. لان طبعا الاكل ازويق زي ما احنا عارفين. وبالطريقة اللي احنا بنعملها في بيتنا دي بتبقى موفرة. مش مكلفة زي ما بنجيبها من الفورنة من برا. كده. طبعا ما تاخدش وقت في الفورنة حبابي بتاخد لها حوالى عن سبع دقايق. بنكون مسخنين فورن كويس ونشغل من تحت بس. ونحطه على الرف الاوسط. اول ما يتحمر من تحت كده بنروح جايين مولعين الشوايا من فوق حاجات بسيطة كده. علشان طبعا الميني ما ينشفش مننا من فوق. ونروح جايين ايه طفين على على طول. اول ما نحس اللي اجيبنا ساحت كده. وهو ما بياخدش وقت في الفورن زي ما قلنا. هكامل بقى بقى الكمية. ونرجع نشوف نها نعمل فاقي. حبابي كده خلصت الكمية كلها. كده حشطها بشكل اللي احنا جايحونه دلوقتي. هتدخلها دلوقتي الفورن كده بعد ما صخنته ونشوفها بعد ما تكله. خلاص يا حبيبي ده كده شكل الميني بالشكل الجميل. واخدت تحميرة الدهب الخفيفة الجميلة ديت كده زي ما شوفنا. واحنا حبيبي مش مش اخد معانا وقت في الفورن. زي ما قلنا ولعت عليه من تحت واول ما اتحمر من تحت وولعت عليه من فوق. يدوب بس الجبنة ساحت كده على الوش كده. كان ساوا معي واخدت تحميرة الدهب الجميلة ديت كده. كده حبيبي وطري من فوقه جميلة ازاي. كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل الجميل احنا شايفينه. طبعا الجبنة مطاطة وصيحة ازاي فيه. علشان يعني نجاح الميني من فوق اللي هو يكون طري معانا. ومقرمش من تحت والجبنة تكون صيحة كده. اللي احنا ما نولعش فوق جامت عليه. يعني يا دوب كده بس تحميرة خفيفة وندفع عليه. علشان الجبنة تبدل محتفظة بالمططة بتاعتها. طبعا كده خلصنا وصفة النهاردة حباب قلبي. يارب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجباتكم. لو عجبكم بقى الوصفة بتاعت النهاردة. ما تنسانيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها. ونختم الفيديو بتاعنا. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.